دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم وداعا رمضان يا الله ما أسرع الأيام منذ أيام قليلة كنا نستقبل هذا الشهر المبارك ونقول اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام اللهم أعنا على حسن تلاوة القرآن اللهم تقبل منا رمضان والآن بعد سويعات قليلة نقول وداعا رمضان في هذا الوداع رسائل يرسل بها هذا الشهر المبارك شهر القرآن شهر البركات شهر الرحمات يرسل بها إلى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لكل بداية نهاية سرعان ما ينقض العمر قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين يا صاحب الستين ماذا تنتظر يا صاحب السبعين ماذا تنتظر ولكل أمة أجل فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله يسأل قوما لبثوا في الأرض وعمروا فيها فقال ربنا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد يا من أودعت رمضان خيرا فاحمد الله عز وجل ويا من أودعت رمضان غير ذلك فما زال فيه سويعات فسارع بالتوبة والأوبة والرجوع والندم والإنابة إلى الله فإنما العبرة بالخواتيم وكان يقولها صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن خواتيم أعمالنا نبي الله نوح عمر في الأرض أكثر من ألف سنة فسئل يا نوح عمرت في الأرض وفي هذه الدنيا أكثر من ألف عام فكيف وجدت الدنيا قال إن الدنيا مثل دار لها بابان دخلت من باب وخرجت من الآخر بل تأتي امرأة من بني إسرائيل إلى نبي الله نوح وهي تبكي وتنتحب فإذا به يقول لها لماذا تبكين يا أمط الله قالت مات ولدي صغيرا يا نبي الله قال لها كم عمره قالت ثلاثمائة عام ثلاثمائة عام فابتسم نبي الله نوح وقال ماذا تصنعين وما أنت فاعلين وما أنت فاعلة لو كنت في أمة أعمارها ما بين الستين والسبعين يقصد أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت لو كنت منهم لجعلت هذه الستين والسبعين سجد واحد لله في علاه أخي الحبيب هارون الرشيد الذي بلغ ملكه من الشمال إلى الجنوب ومن المشرق إلى المغرب كانت تمر عليه السحابة في السماء فيخاطبها قائلا أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك إن شاء الله دانت له بلاد القياصرة وبلاد الأكاسرة وبلاد الرومان فإذا به يخاطب السحاب ويقول أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك إن شاء الله وسبحان الله يأتيه المرض وتأتيه سكرات الموت فيؤت له بطبيب من العجم فقال الطبيب يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين إنه الموت لا حيلة ولا شفاعة فجيأ له بطبيب من العرب قال يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين إنه الموت لا شفاعة فيه ولا حيلة في إنقاذك منه ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال أتوني بجوادي كان يحج عاما ويجاهد عاما هارون الرشيد عليه من الله سحائب الرحمات فإذا به يؤتى بجواده فركب على الجواد فترنح كاد أن يسقط على الأرض فعلم أنه الموت فإذا به يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى ولم يبق إلا الله ولم يبق إلا الله رب الوراء يا الله يا صاحب المنصب يا صاحب الجاه يا صاحب السلطان يا صاحب العائلة يا صاحب الوظيفة المرموقة ستترك كل هذا وربي وتذهب بعملك قال أروني قبري هرون الرشيد يطلب من وزرائه وحاشيته ومن جنوده أن يرى القبر الذي سيدفن فيه بعد سويعات قليلة فلما حمل إليه ونظر إلى القبر إذا به ينظر إلى السماء ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية رسائل من رمضان كن ربانياً ولا تكن رمضانياً نعم لكي تسعد فإن هناك أناس فإن هناك أناس لا يدخلون المسجد إلا في رمضان لا يتعبدون إلا في رمضان لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان لا يصلون الأرحام إلا في رمضان لا يتركون الكذب إلا في رمضان لا يتركون الغيبة والنميمة إلا في رمضان أقول لك يا من تعبد رمضان فإن رمضان قد ولى ومات ويا من تعبد الله فإن الله حي لا يموت قدم لنفسك كما فعل صحابة رسول الله كما فعل الصحب الكرام أبو هريرة عند موته يضحك ويبتسم ويقول لمثل هذا فاعملوا لمثل هذا فاعدوا اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي يا الله بل إن بلال بن رباح تبكي زوجته عندما حضرته ساعة الوفاة وتقول وكرباه وحزناه لمن تتركنا فإذا به يقول لها لا تقول وكرباه ولا وحزناه إنما قول وفرحاه وطرباه غداً ألقى الأحبه محمداً وحزبه الله أكبر عبد الله بن المبارك كان يصوم كان يطلو القرآن كان يصل الأرحام كان يتصدق على الفقراء واليتام والأرامل والمساكين من أمة الحبيب محمد لذلك عند موته إذا به يبتسم ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فعدوا أيها المسلمون أخي الحبيب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أمكاثا نعم إياك أن تنقض الغزل إياك أن تغير بعد الصلاح فساد وبعد الصلاة ترك للصلاة وبعد صلة الأرحام قطيع للأرحام وبعد ترك الغيب والنميمة أن تغتاب هذا وأن توقع بالفساد وبالإيقاع وبعدم الإصلاح بين الناس إياك أن تنقض الغزل لما؟ لأن الله عندما قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أمكاثا هي امرأة تسمى نائلة كانت في قريش وكانت تجمع النسوة وتجمع الجوار وتجهز لهن الخيوط وتقول لهن اغزلنا الأثواب اغزلنا الأثواب فإذا انتهينا من عملهن إذا بها تأتي إلى الأثواب الجميلة ثم تقطع هذه الأثواب وتجعلها خيوطا كما كانت ضيعت العمل كذلك أنت يا من ختمت القرآن في رمضان القرآن في رمضان فحسب نزل فيه إنما القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وعصمة أمرنا وجلاء همومنا وحزننا القرآن نور في الوجه القرآن نور في القلب القرآن نور في البيت القرآن نور على الصراط القرآن نور في القبر القرآن صاحب لنا إن شاء الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين اللهم اجعلني وإياكم منهم قل آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه نائلة كانت تأتي إلى عملها بعدما أحسنت وأتمت العمل وتفض هذا العمل وتخرب هذا العمل فيا أخي الحبيب اجعل رمضان بداية لصلاحك بداية لتوبتك بداية للإقبال على الله بداية لندمك على ذنبك وعلى معصيتك وعلى كبيرتك وكن دائما وأبدا رب رمضان هو رب باقي الشهور والأعوام فما إليك ردة الأعمار طيب معنا الأستاذ سعيد الجيزة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله يسطرك الله يكرم كله السلام أنت طيب وحضرتك بالصحة والسلام يا حبيبي الله يكرم الله حضرتك كان عندي استثار بس بخصوص والدي يعني استثار بخصوص والدي حضرتك كان الله يكن فيه مشاكل بينها وبين إخوتها بسبب المراسط تمام فإحنا عايزين نعرف مثلا يعني ما بيكلم مش بعضيهم يعني أعطي تسريط الرحمة هل دي بقى عليها الزنب مثلا أم لا يزدر أنت بتتكلم عن أخوالك يا السعيد آه أخوالي آه تمام يا حبيبي تمام بتتبقوا المراسط يعني وقيدة بقى والحوزة من دعل حضرتك عن موضوع المراسط يعني حاضر يا حبيبي أجيبك إن شاء الله حاضر يا حبيبي حاضر أي سؤال ثاني والسعيد الله يكرم كل سلام تطيير وحضرتك بالصحة والسلام والسادة المشاهدين يعني سبحان الله المراس حق الله عز وجل الله قال يوصيكم الله في أولادكم لم يأكل المراس لا لنبي ولا لرسول ولا لعبد صالح ولا جعل بين المراس وبين حكم الله عز وجل وسط إنما قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم يا من ترك لك أبوك المال والأرض والدار والعقار والأموال السائلة إياك أن تحجز هذه الأموال عن أصحابها يعني عن أصحابها المستحقين للتركة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم آرثا من إرثه حرم من نصيبه في الجنة وأقول لك يا أم يا أختاه يا من قطعت الأخوال من أجل المال يعني حاولي أن تكون معهم كالشجر يرمونك بالحجارة وترميهم أنت بأطيب الثمر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأقول لكم يا من منعتم الميراث أختم بهذه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج كان أفضل الدعاء في مدينة رسول الله في عهده وكان أفضل الفقهاء في مدينة رسول الله في زمنه يمر سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين آنذاك على مدينة رسول الله وهو في طريقه إلى الحج فقال أريد أن ألتقي بسلمة ابن دينار اللي هو بأبي حازم الأعرج فلكي يعظنا ولكي نسمع منه قال الله وقال رسول الله فلما التقى به قال له أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يا أبا حازم قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عظني لماذا نكره الموت أمير المؤمنين يسأله لماذا نكره الموت قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من دار عمرتموها إلى دار خربتموها طيب معنا الأستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله الله أمنا شيف الله يسترك يا أستاذ عبد الرحمن اتفضل يا حبيب أنا أود أسألك دلوقتي عن حاجر الحاجة دي أنا يعني أنا عمضي عشرين سنة بس في يعني متوتر فيها أو عزز تلفاء الشيخ شيف تقول تأسألك يعني اتفضل يا حبيب دلوقتي إحنا ما بيننا وبين السعودية ليه الفترة حوالي ساعة زي كده صح؟ ما بين الأذان ووقت الأذان تمام لأن صح؟ الفترة دي طبعا ليه الساعة ما وجيك من أي سلسلة ما بينها صح؟ تاني كده بالراحة وص عبد الرحمن يعني بص يعني فيه وقت محدد سهمت أنا أنا لو بصلي في السعودية ساعة ثلاثة آه أنت بتتكلم عن السعودية آه فأصلي في مصر تمام سهمت المكتب جاي؟ فرق التوقيت آه آه تمام آه فرق التوقيت ساري يعني فرق التوقيت دلوقتي لو الضهر عن الضهر ساعد الفجر عن فجر ساعة تمام يا مدرواتي الفرق التوقيت يعني الفرق مش ليح حتى يعني بص يعني هو الفجر بس اللي هو التوقيت هو مختلف خالص تمام فأنا عايز أفهم حاضر يا حبيبي حاضر أي سؤال تاني يا عبد الرحمن شكرا يا حبيبي شكرا هو سبحان الله احنا دلوقتي يعني بنادين لل للأمور الفلكية فالأمور الفلكية دي فهي اللي بتحدد التوقيت تقول لك ده توقيت ده أذان الفجر في السعودية ده أذان الفجر في مصر ده أذان الفجر في المغرب هكذا فالتوقيت ده اللي هي الأمور الفلكية أو الفلك وهذه أمور علمية فهذه بيكون فيها دقة في تحديد التوقيت فحضرتك تلتزم بتوقيت المكان الذي تعيش فيه أنا أعيش في مصر ألتزم بمواقيت مصر في الصلاة وفي الإمساك وفي وقت الفطور هكذا علمنا من أهل الفقه وأهل العلم في هذا الباب اللي هم أهل الفلك طيب سبحان الملك رسالة يرسل بها رمضان إلينا قبل أن يودع احضروا العجب إياك أن تعجب بعملك لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا الجنة عمله قالوا يا رسول الله ولا أنت حتى أنت يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت أول من تقرع باب الجنة وأنت أول شافع ومشفع وأنت أول من تحمل لواء الحمد وأنت أول من تشفع لأمتك يا رسول الله فهل عملك هذا ينجيك أيضا يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته السلام عليكم يا أم كريم عليكم السلام وحسن الله وبركاته فضلي لو سمعت فضلت السياسة ممكن يعني الزوج عنده هو زرعة من طرف ممكن لو لو أسر بتاع الزرع ده أديه لأختي أختي محتاجة تمام يعني أنت عايزة تطلعي زرعة الزرع يا أم كريم آيوة أديه لأختي وعندك أختي آيوة محتاجة مسكين يعني مش مخالفة وكده هوي تمام هي فقيرة آيوة ما عندهاش داخلي يعني لا ما عندهاش تمام تمام أي سؤال تاني يا أم كريم شكرا لفضلت السياسة جزاك الله وخيرا جزاك إن شاء الله هو سبحان الله الزكاة على القريب زكاه وصلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصر رحمه والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده فمن أخرج زكاة الزرع فلا سرقة ولا غرق ولا حرق ونجاه الله من المهالك في الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذر المهلكات الثلاث وذكر منها اعجاب المرء بنفسه اعجاب المرء بنفسه أن تعجب بعملك يعني أنت صليت في رمضان تهجدت في رمضان ختمت القرآن ثلاث مرات أو أربع أو خمس فإياك والعجب إياك أن تعجب بنفسك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا فإني أخاف عليكم العجب يا الله وكأن الشيطان ما إن تفك له السلاسل وتفك له الأغلال حتى يأتيك فيقول أيها الشيخ المتهجد أيها الشيخ الصائم أيها الرجل العابد يا بش مهندس أنت ختمت القرآن كذا مرة يكفيك هذا سيصل بك إلى الجنة ستكون بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول لك إياك لأن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته يقول أستغفر الله العظيم يا الله رسول الله يستغفر عندما ينتهي من عمله رسول الله يستغفر عندما ينتهي من صلاته وكذلك الفاروق عمر من عمر الذي وافقه القرآن وكان يوافق القرآن كان القرآن يتنزل موافقا لرأي عمر فإذا به يقول لو نادى مناد من قبل الله عز وجل يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال المنادي كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لظننت أنه عمر يا الله عثمان بن عفان الحيي الذي تزوج ببنتي رسول الله يقول في يوم القيامة لو وقفت ولا أدري أين أصير إما إلى جنة عدن أو في المهالك هالك فأتمنى أن أصير رمادا يا الله يصير رمادا وهو صحابي من صحابة رسول الله الذي قال النبي يوما من يشتري بئر رومة وله دلو كدلو المسلمين وله مثلها في الجنة فإذا بعثمان بن عفان يأتي بماله ويذهب لصاحبها رجل الأعمال اليهودي ويقول له بعني هذه البئر يا يهودي قال لا أبيعك البئر كاملة إنما اشتري اشتري شطرها نصفها قال بكم قال بإثني عشر ألف درهما مبلغ كبير جدا فأعطاه له فكان إذا جاء يوم سيدنا عثمان جعل هذا اليوم بلا مال وبلا مقابل فأخذ الناس ما يحتاجون إليه طيب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب بك يا حق سلمان الله يكرمك الله يجيبك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك سؤالي أنا بل حضرتك أنت بتتكلم أنا دلوقتي حضرتك على رمضان تمام بعد رمضان أهم حاجة رمضان ده طبعا معروف حضرتك ده أنزل ربنا فيه القرآن ودع القرآن ده أساس أنه هو أساس المسلم وأساس المسلمين أساس كل شيء هو القرآن فأحنا بعد بعد الصلاة العيد بلحظك إحنا طبعا دلوقتي الأيام اللي احنا فيها ده أيام مضطرجة من عند ربنا وهو كل أيام أيام الله عز وجل بعد رمضان هو رب شوار رب رمضان رب ده رب كل الأشهر فإحنا دلوقتي حضرتك فيه الشيء اللي هو بعد عنك الضغينة بتاعت البشر تينه اللي احنا بنقوله عليها ربنا صل منه دي هي اللي احنا بنقوله ربنا صلنا منها أهم حاجة يكون تيه راحة تيه للمسلم أخوه المسلم للمسلم لأخوه المسلم سؤالي 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 ان ايه محبة المسلمين لبعض محبة الاخوة لبعض محبة الاخوان في الله لبعض محبة الناس تكون محبة لله عز وجل تكون خالصة لله عز وجل لا يكون فيها رياء ولا صلاة ربنا زي خيري حق السلمان ربنا بارك ربنا بارك ربنا بارك عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيراً الحج السلمان والله هي رسالة رسالة لمن يشاهدني الآن المحبة في الله ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم تحابوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الحبيب النبي بين أصحابه يوماً فيضحك فقال له الفاروق عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جثيا على ركبتيهما أمام رب العزة يقول أحدهما لصاحبه يا رب خذ بحقي من أخي فيقول له ربنا أي للمظلوم قم فانظر فينظر إلى قصور مكللة باللؤلؤ وأنهار من لبن وعسل مصفى وأنهار من ماء غير آس فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا قال هذا لمن يملك السمن قال ومن يملك السمن يا رب إلا نبي أو صديق أو شهيد قال أنت تملك السمن قال أنا قال نعم بعفوك عن أخيك فيقول يا رب أشهدك أني قد عفوت عن أخي فيقول ربنا خذ بيدي أخيك وادخل إلى الجنة فرسالة طيبة جزاكم الله خيرا يا حق اسلمان على هذه الرسالة الطيبة سبحان الله عليك أخي الحبيب أن تكون دائما وأبدا كما كنت في رمضان كنت في رمضان تقيم الليل فعليك بقيام الليل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ابن عمر يقول كنت فتى صغيرا عزبا أنام في المسجد وكنت أرى الصحابة بعد صلاة الصبح إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على رسول الله فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي قال وبينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذاني من يدي ثم جاء بي على النار وقال انظر فنظرت فإذا في النار أناس أعرفهم فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فقال لي أحد الملائكة أنت لست من أهلها أنت لست من أهلها فارجع قال فقصصت هذه الرؤيا على السيدة حفصة بنت عمر فقصتها على رسول الله فقال نعم نعم العبد عبد الله إن كان يصلي بالليل الله أكبر نعم العبد عبد الله إن كان يصلي بالليل فيقول نافع فوالله ما طرق قيام الليل بعدها السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم السلام عليكم اتفضلي أسمع السلام عليكم كنت عايزة سأل حدثك أسمع لو أنا بطر يعني أصدرت أيام في رمضان يعني فجد بعد كده عايزة سين اللهم الشيطة الضيط أعطم أنه الأول أبدأ بأنه الأول طيب سؤال طيب أي سؤال ثاني ربنا تخلى حدثك ربنا شك ربنا يتقبل منك إن شاء الله من المسلمين أجمعين يعني هي عليها أيام وهذه الأيام تعتبر فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله طيب صيام ستة شوال هذه سنة نافلة أيهما تقدم يعني هناك بعض الفقهاء قال بأنها تصوم الست من شوال الأول والدليل على ذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت تؤخر ما عليها من أيام إلى شعبان وكانت تصوم الست من شوال بعد انتهاء رمضان فهذا الرأي الأول أما الرأي الثاني أنها تقضي ما عليها أولا لأن النبي قال من صام رمضان أي كاملا وأتبعه بست من شوال أي النفلة فكأنما صام الظهر كله أي العام كله فإذا فعلت ذلك فلا حرج وإذا فعلت الآخر فلا حرج إن شاء الله طيب معنا الأستاذ محجوبة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا شيخ الخضارة حجبك الله عن النار يا محجوب فضل أسمعك تفضل يا حبيب في واحد تاني مو شأن يعني حسنا من واحد تاني تمام هو هو راعي راعي الغلم تمام هو تمام تمام يا حبيبي أسمعك فضل ما زلت معنا يا محجوب طيب حاول الاتصال مرة أخرى إن شاء الله الربيع بن خيثم هذا الربيع كان يقوم من الليل ويبكي بكاء شديدا وينتحب فقامت له أمه يوما فقالت يا ربيع هون على نفسك إن الله رحيم بك يا ولدي إن الله رؤوف إن الله تواب فقال يا أم يا أم والله أفزعتني جهنم عن نومي وأنا أقوم فأتهجد وأسأل الله عز وجل أن ينجيني منها فقالت يا ولدي لا تبكي أقتلت نفسا فأذهب إلى أهلها وأفديك من مالي وكانت صاحبة مال قال نعم قتلت نفسا يا أمي قالت دلني على أهلها قال قتلت نفسي وأنا أرجو من الله أن ينجيني من النار الله أكبر فكن دائما وأبدا كهؤلاء وكن صاحب هم عالية وإياك أن تضيع أعمالك بعد رمضان أو أن تضيع وقتك بعد رمضان رمضان شهر القرآن يودع رمضان شهر البركات والرحمات يودع فيا أخي الحبيب كن ربانيا ولا تكن رمضانيا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وبعد رمضان يسألون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان فكن دائما وأبدا كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا الأستاذ الشيماء من البحيرة فضلية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيها كيف فضل يا أستاذ الشيماء أقول لحضرتك لديك دائما بعض كفاة أرض سقم قد تقولها لقواتي أستاذ الشيماء أستاذ الشيماء وضح الصوت وعلي صوتك قد تقول لحضرتك واجتك تترك أرض عشان سيطر لقواتي عشان تجاهي يجيل لأنني لا أضغط الأرض عشان برضو واجتك سيطر أنا والله مستمع الصوت كويس آه فياريت حضرتك يعني واحدة واحدة كده وإحنا نفهم إن شاء الله نجيبك آه تمام والدتك عندها أرض طب حولي تتحرك في هاي مكان فيه شبكة وحولي الاتصال مرة أخرى عشان نفهم السؤال إن شاء الله شكرا شكرا للاتصال عبد الله المزني كان عهده في رمضان كعهده بعد رمضان على الطاعة وعلى التوبة وعلى الإنابة وعلى قيام الليل وعلى البكاء بين يدي قيوم السماوات والأرض لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام عبد الله المزني ظل على هذا الحال طيلة عمره حتى يقول ابن مسعود كما يروي الإمام الذهبي في السير وكما يروي الإمام البخاري في صحيح البخاري قال ابن مسعود كنا في غزوة فرأيت نارا في ناحية من الجيش فذهبت إليها فإذا برسول الله في حفرة أي في قبر يقول للفاروق عمر ويقول لأبي بكر دليا أخاكما لي يعني أنزلا أخاكما لي ميت قال فأخذه النبي على ذراعيه ووضعه في القبر ولم يروى أن النبي دفن صحابيا إلا عبد الله المزني قال فوضعه النبي في قبره ثم وضع عليه الطراب ثم رفع يديه وهو يقف على قبره ويقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضى عنه يا الله فيقول عبد الله بن مسعود فتمنيت أن أكون صاحب هذا القبر الله أكبر الله أكبر رسول الله ما دفن هذا كما يقول ابن القيم في تعليقه على هذه القصة والله ما دفن هذا إلا لأنه كان يقيم الليل إلا أنه كان يتهجد بالليل فكم كهؤلاء كن ربانيا ولا تكن رمضانيا أيها المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله أستاذ لبن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزايك يا شيخ الله يستري أنا يا شيخ حلمت حلم يعني لديك شوية أنا حلمت أن الأرض تقولي رأيت خيرا يا لبن قبل أن تقصينا هذا الحلم قولي رأيت خيرا رأيت خيرا إن شاء الله يعني قصي تمام اتفضلي يعني رأيت في الحلم أن الأرض بتتفتح وأني لأيت أني واحدة فيه ورايا كده بتشفتني أن أنا ما يعني ما ما قفش على المكان بتتفتح ده فبتخذني بفكري وأنا بأولاك الحلم صورة إيزة زرزرة الأرض طب أنت نزلت جوه الأرض أو لا أنا ما نزلت أنا كلما الأرض بتتفتح أنا بجري لمكان بعيد يسأخذني أحب كده بيخذني لمكان بعيد قبل أن المكان لي تفتح أنت لسه ما تزوجتيش يا لبن أنا متزوجة وعندي ثلاث أطفال ثلاث أطفال ثلاث أطفال لو نزلت في الأرض لكانت الوفاة لأنه إذا بلعت الأرض الرجل أو المرأة في حلم هذا دليل على أن عمره قد انتهى فأنك تصارعين فدائما وأبدا يعني جرت العادة من أحب شيء عاش عليه ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فأكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي ومن التسبيح والتهليل والتكبير ولا تترك صلة الأرحام فإنها سبب في طول العمر كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلة ابن أشيم تابعي لا أقول من صحابة النبي إنما هو تابعي عاصر الصحابة ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة ابن أشيم هذا يقول عنه جعفر بن زيد كان معروفا بأنه من أهل قيام الليل ومن أهل العبادة والتهجد بليل حتى قالت زوجته كان يقيم الليل حتى يزحف على ركبتيه إلى فراشه من كثرة وقوفه طيلة الليل أمام قيوم السماوات والأرض ومن كثرة أنه يختلي بربه طيلة الليل كان لا ينتهي حتى تطوارم قدماه كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول جعفر بن زيد طيب معنا اتصالة السلام عليكم ورحمة الله أنا سلام عليكم السلام اتفضلي بقول لك يا شايف أنا عندي بنت عندها سنة وثلاث شهور أواربع شهور وهل أنا لما نيها يعني الشطيفة أوضيها ويكون أنا معي وضوء فبيلتقد وضوءي أنا أولا لا حاضر أي سؤال تاني؟ لا شكرا هو سبحان الله البنت الصغيرة يعني حاولي بعدما توضيها أن تعيد وضوءك مرة ثانية لما؟ لأنه هذه اليد ستمس العورة الخاصة بهذه الطفلة فإذا مسست عورة الغير حتى ولو كانت بنت صغيرة وهذا من نواقب الوضوء عند جمهور الفقهاء فعليك أن تعيد الوضوء لأن هذه عبادة فعليك بالأرجح والأيقن لا على الظن إن شاء الله بنت تعيد وضوءك مرة أخرى إن شاء الله صلة ابن أشيم يقول جعفر ابن زيد كنا في معركة في فتح مدينة كابل قال فرأيت هذا الرجل صلة ابن أشيم وعلمت أنه من أهل قيام الليل قلت لأرقبنه لأمشين خلفه وأتابعه وأتقفى أثره قال فلما نام الجيش وأغلقت الجفون قام إلى وضوءه فتوضأ ثم ذهب إلى الغابة فكبر وصلى وصلى حتى رأيت أسدا أقبل عليه من الغابة ودنى منه قلت يفترس وصعدت على شجرة أراقب جعفر ابن زيد من شدة خوفه من الأسد صعد على هذه الشجرة وعلى أغصانها يراقب الحدث قال فلما انتهى من صلاته إذا به يخاطب السبع ويقول أيها السبع احرص واذهب وابحث عن رزق في أرض غير هذه قال فانفلت الأسد وله زئير فانفلت الأسد وله زئير نعم أخي الحبيب نحن قوم خفنا الله فخوف الله منا كل شيء هكذا كان الصحب الكرام وهكذا كان التابعين طيب معنا الحج محمود السلام عليكم ورحمة الله الحج محجوب السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شكرا مرحبا يا حبيب بعد نسأل السؤال فضل بالنسبة للجنين اللي هو بطن الله يطل على الأخطار ولا أنت تقصد زكاة الفطر يعني أي والله فاضر يا حبيب أي سؤال تاني يا حج محجوب لا شكرا شكرا لم يروى عن النبي أنه أخرج عن الطفل أو الجنين في بطن أمه ولا عن الصحب الكرام إلا سيدنا عثمان بن عفان هو الوحيد الذي أخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه فأنت يا أخي الحبيب أنت تتاجر مع الله يعني الإمام الأوزاعي يقول الحسنة في رمضان بسبعين فيما سواه أنت بتضرب في كم في عشرة سبعين في عشرة بسبعمائة إلى سبعمائة ضعف فالحسنات مضاعفة فسارع بالزكوات والصدقات حتى بإخراج زكاة المال في رمضان فإن فيه الخير وفيه الإكثار من الحسنات ورفعة الدرجات بجوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة أعدها رب الأرض والسماوات كن صاحب هم عالية يعني لا تقول يعني ندخل الجنة والله رحيم طيب معنا الأستاذة شديه من أسيوت السلام عليكم ورحمة الله الله يستركم يا أهل أصيوت ومصر والعالم أجمع فضلي حاضر أجيبك إن شاء الله وأسأل الله في علاه أن يلبسك تاج الصحة والعافية أنت والمسلمين أجمعين أي سؤال تاني يا أستاذ الشديه شكرا يعني سبحان الله أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوما ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لكل مبتلى يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث أكثر الناس بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فاصبري لأن هذا المرض كفار لك إن شاء الله من الذنوب والسيئات ورفع لك في الدرجات بشرط الصبر بإذن رب الأرض والسماوات أنا لا أستطيع الصوم مع هذا المرض الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني على المريض المرض الذي لا يرجى برؤه عليه بأن يفدي عن كل يوم إطعام مسكينا هكذا علمنا من أهل الفقه وعلمنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب السلام عليكم معنا اتصال وعليكم نديم أستاذ نديم تفضلي أي وزي حضرتك عملي ربنا استورك يا بنتي طيب حضرتك أنا أسمي نديم نعم الشرقية عند 20 سنة أنا اليومين حلمت حلم خير بشيخ محمد أستان إن شاء الله هو لا يخذني في مكان كده بعيد وأتوه مسجد ولا كنت أعمل عاية في الحلم مجامد وتخلني المسجد ده بس تمام مش عاصة بشيخ المباقي طيب أي سؤال تاني لا تكرم فضالي يا نديم يعني سبحان الملك رؤية أهل الصلاح وأهل الدعوة خير إن شاء الله ودخولك المسجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هو بيت من بيوت الله يلجأ إليه الخائفون ويلجأ إليه النادمون ويلجأ إليه التائبون ويلجأ إليه المثنبون ويلجأ إليه العابدون ويلجأ إليه الموحدون ويلجأ إليه من يتمسك بجنة عرضها السماوات والأرض لما؟ لأن الله قال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتي في الأرض المساجد وإن عمارها زوارها فيا أخي الحبيب وإن زوارها عمارها فأنت يا من تزور المسجد اعلم أنك من عباد الله وداومي على طاعة الله وداومي على الأذكار وداومي على تلاوة القرآن وداومي على الاستغفار والصلاة على النبي فهي العدة إلى الجنة بإذن رب الأرض والسماء سبحان الملك كن صاحب هم عالية عن أبي موسى الأشعري قال أخبرنا رسول الله هل صليت عليه؟ صلى الله عليك وسلم يا رسول الله قال كنت في سفر فمررت على خيمة فاستأذنت أهلها فأذن لي وكان أعرابيا قال فأجلسني وأحضر لي الكراء يعني ما يوضع للأضياف من طعام طيب معنا الأستاذ السعيد الشرقية السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بأهل الكرم أهلاً 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 الله يسترع وقع على زوجته في يوم رمضان وقع على زوجته في نهار رمضان حاضر أي سؤال تاني أستاذ السعيد ربنا يسترك ويسترنا وإياك والمسلمين أجمعين وقع على زوجته في نهار رمضان هذا عليه كفارة مغلظة إما أن يصوم ستين يوماً متتاليين إن أفطر يوماً أعاد من الأول إلا إذا كان هذا اليوم أيام عيد أي تحرم فيها الصيام وإلا إذا كان على سفر وإلا إذا بلغ به المرض مبلغاً عظيماً حتى أوشك على الموت فإن لم يستطع أن يصوم ستين يوماً فعليه أن يطعم ستين مسكيناً يعني إحنا لو قلنا ستين مسكين بالقيمة يعني ستين في عشرين بحوالي ألف ومتين قبل أن يقرب من زوجته مرة أخرى لأنها كفارة وعليه قضاء هذا اليوم هذا بالنسبة للزوج فإن فعلت الزوجة مختارة عليها نفس الكفارة عليها نفس الكفارة ولا تكفيهما كفارة واحدة كل واحد منهم يكفر عن نفسه ويخرج الكفارة عن نفسه ثم بعد رمضان عليهما قضاء يوماً آخر بعد رمضان وليستغفر الله عز وجل معنا الأستاذ عيدة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحباً بالعيد يا ريد بعد ذلك حضرتك يعني حاولت كده توطي صوت التلفاز واتكلمني من الهاتف إن شاء الله وطي صوت التلفاز سلام ورحمة الله وبركاته فضل يا حج عيد والله بخير حال والحمد لله جزاك الله كل خير والله يا شيخ خير انجزاك والله بالنسبة أنا يا حمد الشيخ كده أحلام نحل كتير والنفسية كده نصحات السلامة تبضى مضبوطة وأحلام كتير بالميكين والحيين وبطة عادي وبنزل والسكالة عطوقة عطية وبس فيه وقت حبلي شلم كده وتلجاني كده يعني أحلام كتير يا حج عيد أنت بقوم منهم كده مدغدف آه طمع والله بقوم خلصان خالص ياريت الجويل كده حاضر يا حبيب حاضر حاضر يا حبيب أي سؤال آخر يا حج عيد لا الله يبارك لك ربنا يبارك لك ويبارك للسادة المشاهدين إن شاء الله والمستمعين بإذن الله سبحان الله يعني الحج عيد بقولك أنا بأحلم أحلم كتيرا والنفسية تعبنة جدا أقول لك هناك هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي فيها من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار فيه السعادة الاستغفار فيه الراحة وحليك كذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ لأن النبي هو القائل من أكثر من الصلاة عليه كفاه الله ما أهمه وغفر ذنبه وأعطاه ما تمنى ثم بعد ذلك نم على وضوء وقل دعاء النوم باسمك اللهم وضعت جنبي وبإذنك أرفع فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أمسكتها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا ويريت كن في ريحك كذا أو جنبك رضي على محطة القرآن الكريم تسمع القرآن وتسمع قال الله وقال رسول الله ستنعم إن شاء الله أخي الحبيب الحبيب طيب معنا الأستاذ زينة بس سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام بس حضرتك يعني ياريت اخفضي اخفضي صوت التلفزيون وكلمينا بالتلفزيون فضالي حاجة زينة حضرتك أنا عندي حلمين إن شاء الله خير يعني قولي رأيته خيرا رأيته خيرا فضالي حلمين أول حلم إن أنا على طول باحلم ببنتي إن أنا على طول بضربها ضرب يعني ضرب شتة ضرب قريب بنتك عندها كم سنة بنتي عندها دلوقتي 22 سنة ربنا يسترها ويسعيدها في الدنيا والآخرة هي وبنات المسلمين اللهم عمين على طول باحلم إن أنا بضربها ضرب الزيس كده وبقول إن أنا زعلنا من الحلم إن أنا أنا أصلاً في الحقيقة بحبها طب أنا ليه بضربها في الحلم بتسمح كلامك يا حاجة زينة والله يعني ساعات وساعات حضرتك تمام بس في الأغلبية لا ايتيني بالحلم الآخر الحلم الآخر بقى فأنا يعني الحلم الأولين دوت بحلمه على طول كتير لكن الحلم الثاني بحب تمام بحلمته في رمضان دلوقتي تمام بحلمت إن أنا زي في غابة أو في جنينة كده وفيها قصود والنور بيجروا تمام هم بيجروا بتقابلهم زي أرانب بيضة كده أنا قلت إيه الحمد لله إن هم عطروا في الأرانب ما عطرواش في البناء هزمين ولا فيها كانوا فلصوا علينا يعني تمام بعد كده دخلت بيتي تمام فزي ما يكون جوزي أخل علي الباب ووقف حد زي حارس كده قدام الباب إن أنا مخرجش عشان ما تجيش أحوالك مع زوجك في مشاكل ولا الأمور مستطبة كويسة تمام لا وأنا وهو كويسين بس المشاكل مشاكل دنيوية يعني مشاكل ظروف فلوط بيوت تمام تمام أجيبك إن شاء الله معيك كلام ده أي سؤال تاني يا حجزينب الله يبارك لك الله يجيك خير عموماً يا حجزينب أسأل الله عز وجل إنه هو يسطر بنتك وبنات المسلمين ويسعدها في الدنيا والآخرة هي وبناتنا وبنات المسلمين ونساء المسلمين أجمعين قل آمين آمين يا رب العالمين فإن لك دعوة مستجابة عند الفطور إن شاء الله ضربك لهذه البنت دليل على إن فيه مشاكل واختلاف وجهات النظر بينك وبينها في الدنيا فحول اقرب وجهات النظر وإعلام تمام العلم إن البنت في سن المراهقة ببلها أمر معين كده وظروف معينة فحول إن أنت تسترضيها وتعلميها الطريق الصحيح اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فاجعلها دائماً وأبداً على عبادة وعلى صلة بالذكر والاستغفار حتى تكون من أهل البر لك إن شاء الله طيب هي في غابة دائماً وفي أسود ونمور طبعاً لازم تشوف أسود ونمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائماً وأبداً من الهم هم الدين فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال فالظروف صعبة الآن وعليك ديون فإنت هتشوف نمور وشوف أسود ولكن دائماً وأبداً قولي هذا الدعاء الذي سمعته من رسول الله الآن على لساني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال سيسد هذا الدين ويذهب الهم والغم والكرب والحزن وعليك بصلاة قيام الليل فهي حصن حصين من الأسود والنمور التي طرينها في هذا المنام وفي هذا الحلم إن شاء الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعمه هذا الرجل الأعربي الكرة الطعام والشرب أطعمه الطعام والشرب فقال يا أعربي إذا جئت إلى المدينة فأتنا فلما وصل إلى مدينة رسول الله إذا به يأتي إلى بيت النبي فأكرمه رسول الله وقال يا أعربي تمنى علي نفسك في إيه تخيل أيها المشاهد لو قال لك رسول الله تمنى علي يعني سبحان الله أصحبنا وزملائنا في الكنترول الآن لو قيل لهم أنك أمام رسول الله فتمنى عليه كل واحد يتمنى إيه أنت أيها المشاهد الكريم ماذا تتمنى من رسول الله فقال الأعربي أريد دابة أتبلغ عليها في طريقي قال أو غير ذلك قال أريد كلبا يحرص غنمي قال النبي أو غير ذلك قال أريد جارية تخدم أهلي فقال له النبي أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل وما قصتها قال عندما أراد نبي الله موسى أن يرتحل بقومه من مكان بعينه فأظلمت الأرض فقال لهم نبي الله موسى ما شأنكم قالوا اشترت علينا نبي الله يوسف ألا نرتحل من هذا المكان إلا وأخذناه معنا من قبره قال وهل تعلمون قبره قال تعلمه عجوز بني إسرائيل قال النبي إلي بها فجاءت إلى رسول الله قال أين قبر نبي الله يوسف فقالت له لا حتى تعطيني سؤلي قال وما سؤلك قالت أن أكون رفيقا أن أكون معك في الجنة ورفيقة لك في الجنة فكأنه استعظم فكأنه استعظم هذا فإذا به يقول له ربنا اعطيها سؤلها اعطيها سؤلها اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم ارحمنا إذا خرس اللسان اللهم ارحمنا إذا شلت الأركان اللهم ارحمنا إذا ساوان الطراب اللهم ارحمنا إذا انكشف عنا الأهل والأحباب دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوة والصوت في الأمور والاعتدال دين السعادة والإجابة 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 شكرا